أجرى وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا مباحثات مع مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السياسية والسلم والأمن السيد بانكول آديوي وقد تمحورت هذه المباحثات حول السلم والأمن في القارة الإفريقية والإصلاحات والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي وكذا الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب داخل المنظمة الإفريقية خلال سيد شانس الشهر الأخيرة ركزنا على تنفيذ هذه الجديد وقد شارك المغرب بشكل كبير في هذا العمل وبعد أن عاد إلى الاتحاد الإفريقي كما تم التركيز بهذه المناسبة بشكل خاص على الدور المهم للمغرب في الاستقرار والأمن في إفريقيا وكذا على أهمية إصلاح مجلس السلم والأمن المغرب كذلك يعتبر بأن إصلاح المفوضية المرتبطة بالأمور السياسية والأمن والاستقرار لا يمكن أن ينجح إلا بإصلاح مجلس الأمن والسلم لأن الاثنين يشتغلون معا وتطرق الطرفان أيضا إلى موضوع ركائز التي اعتمدتها المفوضية لتنفيذ إصلاحاتها والتي تعتبر ضرورية من أجل الاستقرار في إفريقيا وكذا دعم المغرب لهذه المبادرات ومساندته في مجالات مراقبة الانتخابات والديبلوماسية الوقائية وتدبير الأزمات